الأثاث التقليدي والعصري يتواجد في كل المدن والولايات وميزة محل رابح في بيع واستبدال وشراء الأثاث التقليدي والعصري في بسحة متوارثة أبا عن جدان بقلب مدينة عين مليلة العتيقة كأقدم المحلات في ستينيات القرن الماضي لهو الامتداد الطبيعي لعائلتين محافظة على تجارتها هذا أول مابل في عين مليلة من سنة 64 وعنده إقبال شعبي كبير وعنده الآن ما زال يخدم القديم وجديد بو عن جد أنا أمهم حكمتهم من 78 حتى 93 ومن بعد كنت نخدم الليزانسية مبلية عين مليلة ذلك أنا غلبت خليت الولد خويا المرحوم الله يرحمه والاسمه رابح المحلت على الزوالي الزوالي يقصد يلقى عنده يدي ما عندهوش يدي الناس تعب تزوج ما عنده مش قده مقدر وحم يجي ويديو شنابر نظاف مبيعو شنابر نظاف مبيعو خزين تعصالوا الحمد لله يعني يقصدون الناس ما عنده مش قده مقدر وحم واذا ما يتروا ما يموتش تعبيعو شرا وتأكمي يقولها لأخو الواحد الحمد لله لقيم في راحتنا لقيم في خبز الحلال مبارك فيها ربي في الباركة هذه تعجدود ونعم الحمد لله الجد عبدالقادر والأب السعيد فارق الحياة ليستمر اسمهما بعد الممات في شاب أضاف لمسته وواكب عصره ورفق مهنة أجداده إلى غاية اليوم من اللي كون احنا صغر وحنا نعرفوه عمي الحاج ربي يرحموه ومن بعد من الحاج جاء ولده ومن ولده جاء ولاده ومن بعد جاء الطفل الصغير جاء الهرابح هو اللي حاكم نشعل وهذا المحل هذا يجيوه الناس العرشان اللي ما عندهم شمساكن يشروه يعطونهم شام براكوشي يستعدون في ليبري يبيعوا ويشريوا يجيبوا لقدم يبدلوا بالقرب من زنقة معراض يعرض منتجاته وخدماته في بوصلة عائلية امتدت لأجيال متعاقبة في مدينة عينمليل المعروفة بتاريخها التجاري القديم ترجمة نانسي قنقر